بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم يسرني أن أرحب بكم أنا أخوكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية في الفيديو التاسع والأربعون والخاص بمنهج أساسيات وصيانة الحاسوب والتي تغطي منهج الأي بلس شاهد تعلم واستمتع الفايل أتريبيوتس أو سمات الملف وهي تحدد للمستخدمين ما الذي يستطيعون استخدامه فعلى سبيل المثال إذا كان لدينا ملف مع سمة القراءة فقط يعني read only فهذا يعني أن المستخدمين سوف يكونوا قادرين على قراءة هذا الملف ولكن لا يستطيعوا إجراء تغيير عليه أو حذفه لدينا من السمات الأخرى مثلا عندنا الhidden وهي تعني أن يتم إخفاء الملف عندي السمات اللي هو أن يكون ملف من ملفات النظام عندي الـ indexing اللي هي عملية خلونا نبدأ فيها حبها عندي أنا هنا الhidden اللي هي تعني أن يتم إخفاء الملف بحيث لا يظهر للمستخدمين عندي السمة system وهي تعني أن هذا الملف هو مطلوب لعمل نظام التشغيل مع ملفات السيستم هنا قد نقوم بإخفاء هذا النوع من الملفات وذلك لكي نتجنب أن يقوم المستخدم بحذفها وبالتالي يتسبب في الحاق الضرر أو تلف بنظام التشغيل عندي الـ indexing الفهرسة الـ windows يطبق خاصية تسمى الفهرسة عندما نجعل الملف indexing عندها عملية البحث عن هذا الملف سوف تصبح أسرع سواء كان البحث عن من خلال الاسم أو التاريخ عندي هنا الـ compression واللي هي تعني الضغط وهي عملية ضغط الملف أو المجلد مما يقلل من حجم الملف وبالتالي يوفر لنا ضغط الملفات مساحة تخزينية على القرص الصلب عندي الـ encryption التشفير يتيح لك نوع من الحماية للملفات وذلك من خلال أن الملف المشفر لن يتمكن المستخدم من قراءته مع عدد الشخص الذي معه مفتاح فك التشفير عندي الـ archive وهو خيار يستخدم لإخبار النظام ما إذا كان الملف حصل به تغيير في آخر مرة تم فيها نسخ هذا الملف أم لا هذا مفيد جداً لو كان عندنا نظام نسخ ملفات وحصل فيه تغييرات راح يبين لي إذا حصل تغيير ولم يتم نسخ هذا الملف بعد حصول التغيير أم لا طبعاً عشان تظهر هذه السمات أنقر نقلة يمين على الملف وتظهر أمامي زي ما احنا شايفين وعندي اللي هي الـ red only والـ hidden وعندي اللي هي الـ attributes وعندي لو ضغطنا advanced راح تظهر عندي attributes أكثر تقدماً زي الـ archive وزي التشفير وزي الضغط وخلافه إذونات الملف وهي تعني أن يتم تحديد صلاحيات مختلفة للمستخدمين مثلاً مستخدمين يستطيعون رؤية الملف فقط وآخرين يستطيعون التعديل عليه مع رؤيته آخرين غير مسموح لهم بفتح الملف وهكذا يعني إحنا راح نوزع إذونات ما الذي يستطيع المستخدم الفلاني أو مجموعة المستخدمين عمله وما الذي لا يستطيعون عمله وهكذا الفايل سيستمز أنظمة الملفات القرص الصلب من الطبيعي أن يحتوي على الكثير من الملفات المئات أو الآلاف من الملفات وبالتالي يحتاج الويندوز إلى نظام فهرسة يتمكن من خلاله تحديد أماكن الملفات في داخل القرص الصلب أو في داخل مجموعة الأقراص الصلبة إذا كان الكمبيوتر يحتوي على أكثر من قرص صلب واحد الويندوز يمتلك ثلاثة أنظمة وهي عندي الفات اللي هو اختصار Refile Allocation Table وعندي منه نوعين عندي الفات ستاش وعندي الفات اثنين وثلاثين الفات ستاش يدعم حتى اثنين جيجا بايت يعني الجزء الخاص بالقرص الصلب أو حجم القرص الصلب أو البرتشن يكون اثنين جيجا بايت أما الفات اثنين وثلاثين فأقصى حجم يدعمه هو اثنين وثلاثين جيجا بايت كبرتشن عندي النوع الثالث اللي هو الـ NTFS اللي هو New Technology File System ويدعم برتشن ليصل يعني جزء من القرص الصلب يصل حتى اثنين تيرا بايت عملية تحديد الفيل سيستم هو يعني هل رح يكون فات ستاش ولا فات اثنين وثلاثين ولا NTFS عملية تحديده هي اثناء رح تتم اثناء عملية الفورمات وتنزيل الويندوز على الجهاز بالنسبة للمقارنة بين الـ NTFS والفات فالفات طبعا فعندي الـ NTFS هو الأفضل فبالإضافة إلى حجم دعم القرص الصلب أو البرتشن اللي احنا شفناه الحجم الأكبر وبيدعم اللي هو اثنين تيرا بايت فالـ NTFS طبعا بيزيد من الـ File Attributes اللي هي السمات الخاصة بالملف اللي اتكلمنا عليها قبل شوي فالـ File Attributes هي أعلى مع الـ NTFS مقارنة بالفات فضغط البيانات وتشفيرها هو موجود في الـ NTFS وليس في الفات إذا نستطيع أن نقول أن نظام الفات سواء بإصداريه الفات 16 أو الفات 32 هو أصبح النظام الفايل سيستم القديم واللي الآن هو الحديث هو الـ NTFS اللي هو الـ New Technology File System حتى هذا يظهر من اسمها اللي هي التقنية الجديدة لنظام الملفات الـ Windows Explorer مستكشف الـ Windows وهو يسمح لك بأن تنتقل فيما بين المجلدات المختلفة ومناطق الكمبيوتر المختلفة الذهاب إلى التقنية الإفتراضية بسبب القدرة على إنشاء أجهزة الكمبيوتر الإفتراضية مما يسمح لنا باستخدام أكثر من نظام تشغيل على جهاز الكمبيوتر واحد في نفس الوقت لدينا الـ Hypervisor وهو الذي يدير الجهاز الإفتراضي والذي يسمح بإنشاء الجهاز الإفتراضي وتدعم الـ Windows استضافة الأجهزة الإفتراضية من خلال برنامج تابع لشركة VMware أو Zen وغيرها من برامج الـ Hypervisor الـ Fairual Desktop يطلق عليه الـ VDI وهي Fairual Desktop Interface إذن الـ VMware يطلق عليها Fairual Machine أو جهاز إفتراضي الـ Desktop يطلق عليه الـ Fairual Task Interface وعندي مصطلح الـ Hypervisor هو المسؤول عن عملية إدارة التقنية في أنظمة التشغيل لاحظوا معي مثلا عندي هنا نظام التشغيل هو عبارة عن إيش Windows خلينا نفترض أنه هو عبارة عن Windows XP من خلال الـ Fairual أنا قمت بعمل ثلاثة أجهزة أضفت Windows مثلا بإستار آخر خلينا نقول Windows 7 أستطيع أن نضيف Linux مثلا نظام آخر اللي هو Solaris هذه الأنظمة ثلاثة بالإضافة للنظام الأساسي صارت أربعة فطبعا هذا مفيد جدا مبدئيا في التعلم أنت عندك جهاز واحد يحتوي على نظام تشغيل واحد وتريد التعلم على نظام تشغيل جديد طبعا عشان تتعلم نظام زي Linux رح تاخذ وقت فعملية أنك تشيل الـ Windows اللي موجود عندك وتقوم بعمل Setup أو تنزيل Linux وعلى ما تقدر تتعامل معه رح يكون تعاملك مع الكمبيوتر بشكل عام صعب ولو كان الكمبيوتر خاص بالعمل طبعا يعني تقوم بآداء وظائف عمل وخلافه طبعا رح تضيع الكثير من الوقت فإيش الأسهل؟ الأسهل أن أنا عندي الـ Windows وأنزل Fairjewal Machine من خلال برنامج زي الـ VMware وأقوم بتنزيل برنامج الـ Linux عليها بعد ذلك أتدرب على الـ Linux بشكل طبيعي وكأني أتعامل معه كأنه منزل على الجهاز فعليا تمام؟ بعد كده والله إذا دربت وتعلمت بشكل صحيح وحابب بعد كده أنزل يعني أحذف أو أقوم بعمل فورمات للـ Windows وتنزيل الـ Linux أهلا وسهلا أنت الآن سرت خب يعني تقدر تتعامل مع الـ Linux بشكل ممتاز أما إذا تحب تحافظ على الثلاثين الـ Windows والـ Linux برضو أهلا وسهلا الـ Fairjewal رح تسمح لك أنك أنت يكون عندك نظام الـ Windows وفي نفس الوقت يكون عندك نظام الـ Linux تنتقل فيما بينهم من خلال تقنية الـ Hypervisor التي تعتبر طبعا تقنية الـ Fairjewal أو التقنية الإفتراضية الـ Windows Command Prompt واجهة الأوامر النصية في الـ Windows الـ Windows هو يعطينا واجهة رسومية تجعل من السهل التعامل مع الـ Windows مع إمكانية كتابة الأوامر النصية من واجهة الأوامر النصية ولتشغيله نقوم بالذهاب إلى قامة Start إبدأ ومن ثم Run ومن ثم كتابة الأمر CMD الـ Kernel الـ Kernel وهو نواة نظام التشغيل وهي موجودة في أي نظام تشغيل وتقوم بدور الرابط ما بين قطع الـ Computer والأجهزة المتصلة به وما بين البرمجيات الموجودة على جهاز الـ Computer نستطيع أن نرى ذلك بوضوح في الصورة التوضيحية النواة نواة نظام التشغيل هي تعتبر الجسر اللي يربط ما بين قطع الـ Computer المختلفة مثل المعالج الذاكرة الأجهزة المتصلة به الـ Computer مثل إيش مثل الطابع مثلا الـ Scanner وما بين التطبيقات يعني اللي تم تنزيلها على الـ Windows على فكرة مصطلح Kernel النواة هو مصطلح موجود في جميع أنظمة التشغيل اللي هو يعني نواة نظام التشغيل بغض النظر إذا كان ويندوز، لينكس، أبل، نظام تشغيل خاص بكمبيوتر، نظام تشغيل خاص بـ تلفونات ذكية، إلى آخره الـ Shell وهو برنامج يسمح لك بالتعامل مع الـ Windows بالأوامر النصية والقوائم، ويتميز بأنه متصل مباشرة بالكيرنل، مما يجعله أسرع ويندوز فيستا سايد بار الشريط الجانبي اللي انتم شايفينه هنا الشريط الجانبي، والذي هو موجود تلقائيا في ويندوز فيستا أثناء تنزيله على الجهاز ونستطيع تقليل العناصر التي تظهر على هذا الشريط، أو زيادتها، أو إلغاؤه الـ Windows Shortcut يدعم نظام التشغيل ويندوز عدد كبير من الإختصارات، وذلك بهدف الوصول السريع هنا سوف نتكلم عن قائمة عن أهم الإختصارات الموجودة في إصطارات الـ Windows المختلفة عندي الـ Control X، وهو قص العنصر المحدد، يعني إيش؟ يعني لو عندي ملف وأبغى أنقله بالكامل من مكان إلى مكان، عندها أقوم بعمل قص له أستطيع عمل ذلك من خلال نقلة يمين على الملف أو المجلد، ومن ثم قص، وبعد ذلك أروح على المكان اللي أنا أبقى ألصق أو أنقل الملف إليه، ونقلة يمين وأقوم بنقر بيست، لصق هنا لأ أنا عندي إختصار، أنقر Control X، فيتم قص هذا العنصر سواء كان ملف أو مجلد، طبعا إيش الفرق بين الملف والمجلد؟ الملف يعني زي صورة، زي ملف نصي مثلا يعني ملف Word يحتوي على كلمات، يعني كلامه وخلافه، هذه الملفات احنا أو مثلا فيلم إلى آخر، هذه كلها ملفات، احنا نقوم بوضعها داخل مجلدات بهدف عملية ترتيبها، وتخيل أنا مثلا عندي مائتين 300 فيلم مثلا، ما بين أفلام وثائقية وأفلام تعليمية ومسرحيات وخلافه، فأنا من خلال المجلدات، ممكن أنجح مجلد خاص بالأفلام الوثائقية، مجلد خاص بالأفلام العربية، مجلد خاص بالأفلام الأجنبية، مجلد خاص والأفلام التعليمية إلى آخر عندي الكنترول سي وهو نسخ العنصر المحدد إذن عندي قص ونسخ إيجا الفرق بينهم ذكرنا القص وعملية أخذ كامل للملف ونحدد المكان اللي راح نلصق فيه الملف فيتم نقل الملف بالكامل أو المجلد هنا النسخ لا أنا أخذ بس كوبي نسخة من هذا المجلد أو الملف وألصقها في مكان آخر لكن الأصل راح يظل موجود في مكانه ما راح ينتقل من مكانه طيب عندي لصق العنصر المحدد سواء أنا قمت بعمل قص أو نسخ في النهاية أنا محتاج أعمل لصق لهذا العنصر اللي تم أخذ نسخة منه أو قصه بالكامل عندي الأمر كنترول فيه أنا أقدر أعمل لصق أو أيضا عندي شفت انسيرت من على لوحة المفاتيح أيضا استطيع أن أعمل عملية لصق عندي كنترول Z التراجع عن إجراء مثلا أنا حذفت ملف بعد كذا شفت ان أنا حذفت ملف خطأ فأستطيع أن أستعيده بدل الذهاب إلى سلة المهملات والبحث عنه في داخل سلة المهملات ومن ثم جلبه لا أنا بإمكاني أنقر كنترول Z فيتم التراجع عن حذف هذا الملف كذلك لو أنا قصيت ملف أو نسخته ممكن أتراجع عن ذلك كذلك مثلا حتى في الملفات مثلا لو كتبت أنا مثلا ملفات النصية عدلت عليها وبعدين حبيت أتراجع أستطيع أن أنقر كنترول Z فيتم التراجع عن الإجراء اللي أنا قمت فيه عندي الزر Alt و Tab هو التبديل بين التطبيقات المفتوحة يعني لو أنا فاتح أكثر من برنامج تمام عنده طبعا أنا ما أقدر نشط إلى برنامج واحد فقط يعني عشان أقدر أعمله لو حبيت أنتقل فيما بين البرامج المختلفة عندها ال� Alt وال Tab يوفر لي عملية الانتقال فيما بين هذه البرامج عندي Alt زائدا F4 إيش معناها؟ طبعا لما نقول زائد ما تروح تضغط زائد يعني Alt وتضغط معها F4 هذا المقصود فيه يعني زرين بس مو ثلاثة يعني إغلاق العنصر النشط أو الخروج من التطبيق النشط يعني أنت فاتح صورة فاتح ملف وورد فاتح برنامج الفوتوشوب وحابب تغلق البرنامج فهتقدر تنقر Control F4 فيتم إغلاق البرنامج عندي من الأختصارات اللي هو مفتاح شعار L زائدا رمز الويندوز ويعني تأمين الكمبيوتر بحيث أنه يتم الخروج من نظام التشغيل وأي شخص حيحاول يدخل حيطلب كلمة السر عندي مفتاح شعار D طبعا عندي D وبعدين زائدا مفتاح شعار الويندوز يعرض علي سطح المكتب أو يقوم بإخفاؤه عندي الزر F2 إعادة تسمية العنصر المحدد يعني عندي عنصر أنا مضلله ملف أو مجلد ولو ضغطت F2 راح أستطيع أن أعدل على اسم الملف عندي F3 وهي لو نقرته راح يطلع لي عملية البحث عن ملف أو مجلد في مستكشف الملفات بحيث أكتب اسم الملف ورح يقوم بعملية البحث عندي F4 عرض قائمة شريط العناوين في مشتكشف الملفات عندي F5 هو عملية Refresh تحديث النافذة النشطة بس هي تطلب في البداية أننا أنقر نقرة يمين وبعدين Refresh تنشيط لنظام التشغيل بعد كده خلاص لما أنقر F5 راح يعمل Refresh أو تنشيط لنظام التشغيل عندي F6 هي التنقل بين عناصر الشاشة في النافذة أو على سطح المكتب أستطيع أن أتنقل ما بين العناصر الموجودة على سطح المكتب أو في برنامج معين من خلال F6 عندي F10 هي تنشيط شريط القوائم في التطبيق النشط عندي Alt F8 نحن عارفين شريط القوائم أي برنامج راح تتحه راح يكون فيه لبعض أسماء القوائم لما تنقر عليها راح تطلع لكيش قائمة لذلك هو سمي بشريط القوائم F10 نستطيع تنشيط شريط القوائم لو أنت مثلا ما وجدته F10 راح يوجد لكيه عندي Alt F8 إظهار كلمة المرور على شاشة تسجيل الدخول طبعا كلمات المرور لما أجي أنا أدخلها بتكون دايما على شكل إيش نجمة طيب إيش الهدف من ذلك عملية تأمينية يعني تخيل مثلا إنت جالس على جهاز وجنبك شخص ممكن يكون الشخص هذا زميلك أخوك إلى آخره فتجنبا للإحراج إنك أنت تقوله معلش يعني أنا يعني ما بقى تشوف الشاشة أو أنا متضر أو متضر أن أنا أدور الشاشة عشان أنت ما تشوف كلمة السر لا هي أصلا تظهر على شكل نجمات وممكن الشخص هذا أصلا بيراقب الشاشة دون انتباهك فنوع من أنواع الحماية هو أنك أي كلمة السر رح تدخلها رح تظهر على شكل نقاط أو نجمات بحيث أي شخص مركز معاك في الشاشة ما رح يقدر يشوف كلمة السر اللي تقوم بإدخالها خلينا نفترض أنك لوحدك هو تريد أن ترى الحروف والأرقام اللي تقوم بكتابتها عشان تكون متأكد أنك دخلت كلمة السر بشكل صحيح خصوصا لو كذا مرة حاولت أنك تدخل كلمة السر وكان تظهر أنه في خطأ فبالتالي أنت شاكك أنه ممكن حرف من الحروف بينكتب خطأ أو رقم بينكتب خطأ فعندها تضغط Alt F8 فتظهر عندك أي كلمة السر الأرقام والحروف الرموز رح تظهر لك بشكل واضح عندي هنا Alt زائدا Escape هو التنقل بين العناصر بالترتيب الذي تم فتحه به عندي Alt والحرف المسطر يعني كسطة من المسطرة عندي تنفيذ الأمر الخاص بذلك الحرف عندي Alt زائدا Enter عرض خصائص العنصر المحدد أي عنصر عندي سواء كان مجلد سواء كان ملف لما له خصائصه تبقى تشوفه تقدر تنقر يمين وتنقر إيش وتختار خصائص Properties أو Alt Enter بس لما يكون مضلل طبعا عندي Alt Space Bar اللي هي الزر المسطرة عندي فتح القائمة المختصرة للنافذة النشطة عندي Alt زائدا مفتاح السهم الأيسر وهو للرجوع عندي Alt زائدا مفتاح السهم الأيمن وهو الانتقال للأمام Alt زائدا Pick Up هذا زر موجود على لوحة المفاتيح وهو يعني الانتقال شاشة واحدة إلى الأعلى عندي Alt Pick Down وهو الانتقال شاشة واحدة إلى الأسفل عندي Control زائدا F4 إغلاق المستند النشط في التطبيقات المفتوحة في ميل الشاشة وتمكنك من فتح مستندات متعددة في نفس الوقت عندي Control A تحديد جميع العناصر الموجودة في المستند أو النافذة أو حتى مثلا لو أنا عندي ملف تمام وفي له كلمات وجمل وصور وحابب أنسخها كلها فأستطيع أني أنقر Control A أولا كذا أنا ضللتها بعد كذا حابب أنسخها حابب أحذفها إلى آخر فهي عملية تضليل للعناصر الموجودة في داخل مستند أو نافذة عندي Control زائدا D تمام أو عندي زر في لوحة المفاتيح اللي هو الديليت أحيانا بيكتبوه بثلاثة حروف D A L يعني حث يعني حثف العنصر المحدد ونقله إلى سلة المحثوفات عندي Control R أو F5 وهو تحديث النافذة النشطة عندي Control زائدا Y إعادة إجراء عندي Control زائدا السهم اليمين نقل المؤشر إلى بداية الكلمة التالية عندي Control زائدا السهم لليسار نقل المؤشر إلى بداية الكلمة السابقة عندي Control زائدا السهم للأسفل وهو نقل المؤشر إلى بداية الفقرة التالية عندي Control زائدا السهم الأعلى نقل المؤشر إلى بداية الفقرة السابقة Ctrl-Alt-Tab استخدام مفاتيح الأسهم للتبديل بين كافة التطبيقات المفتوحة عندي Ctrl-Scape اللي هو فتح قائمة إبدا عندي Escape اللي هي الخروج يعني إنهاء المهمة الحالية أو الخروج منها شوفنا مع بعض قائمة عن أهم الإختصارات الموجودة في نظام التشغيل ويندوز على فكرة هي أكثر من كده بكثير هذه اللي شفناه قائمة عن أهم هذه الاختصارات السؤال هنا هل أنا واجب علي أني أحفظها كلها؟ الجواب لا أنت ممكن تكتبها على ورقة وتعلقها أمامك وتتعامل معها بالتدرج يعني أنت أول شيء حابب تستكشفها كل هذه الأوامر اللي تكلمنا عنها تطبقها الاختصارات عشان تقدر تشوفها بشكل عملي أمامك وتعرف إيش وظيفتها بشكل عملي أمامك ومع الوقت حتحتاج بعض أهم الاختصارات يعني رح تلاقي مجموعة من الاختصارات ممكن أنت رح تتعامل معها درجية رح تعطيك سرعة في العمل زي التضليل زي القص والناسخ زي اللصق إلى آخره هذه الاختصارات رح تلاقي أنها جدا مفيدة ورح تسرع لك عملك ومع الوقت رح تحفظ المهمة يعني رح تحفظها ورح في نفس الوقت خلص ستعامل معها بشكل يومي رح تكون كروتين بالنسبة لك فبالتالي انت مش شرط أنك تحفظ كل القائمة بس يعني رح تفهم يعني أول شي تجربها افهمها وبعد كده استخدم المهم أو مجموعة الاختصارات المهمة بالنسبة لك اللي تحتاجها بشكل يومي واللي تلاحظ أنها رح تسرع آدائك وعملك على جهاز الكمبيوتر وتحديدا على نظام التشغيل ويندوز الى هنا نصل لنهاية هذا الفيديو كان معكم حسن مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته